الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائلة تقول حطت بومة بومة فوق سطح بيتنا وأصبت برعب شديد ولما اتصلت بإحدى قريباتي قالت لي لا تتركي أحدا من أولادك ولا زوجك يخرج غدا من البيت لأنه سيموت لأن حضور البومة يعني حضور الموت لا حول ولا قوة إلا بالله فهل هذا صحيح سيدي نقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من الجهل وهذا من الدجل وهذا من الخرافة وهذا من الكفر وهذا من الشرك وهذا من المخالفة للشريعة البومة لا علاقة لها بملك الموت البومة لا تملك لنفسها نفعا ولا ظرا كيف بومة تتطيرون بها هذا هو التطير يعني تتطيرون بها ما دم بومة حضرت مع أن توجي الموت ما دم الغراب أو كاي ناس يتطيرون بالغراب إذا شاف غراب يقعد يسن المصيبة وكاي ناس يتطيرون بالكلب بالأسود كما في بريطانيا في بريطانيا إذا في 13 في الشهر 13 في الشهر حل الباب وصاب كلب أسود يعودي وللدارو من يخرج هذا كل نهار يقعد مرعوب يسن تنزل عليه مصيبة حسبون الله ونعم الوكيل وكاي الناس يعوذوا بالله يتطيرون بالأعور وراجل العور يكون أعور ولا يعني عند دعاها في رتشو يتطيرون به إذا شافوا تقولك اسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الرحمن الرحيم يعوذوا بالله يجبدوا اسم الله في غير محله يضعون اسم الله في غير محله ملنتي يا بومة جيعانة عدشانة تصيت في الطوبات والفيران جات للسطح انتعكم بالك شافت كاشفار هي جيعانة حبست لتطلب رزقها ها حبست شفتها والتي مرعوبة مخلوعة تبكي خايفة وعيوذ ما تتصل بأهل العلم على الأقل إمام المسجد تعكم بأهل العلم لا لا بإحدى قريباتي هادي مناف وشكون هادي عالمة ولا باحثة ولا مفسرة للقرآن الكريم يا وعندنا بومة فوق اسطح وش تقول لا شوف الجهل بالك يتخلي راجلك يخرج الخدمة راحت مع أنت راجل ممنوع يخرج بالك ما يخرج هذاك النهار يحوزهم الخدمة ولا ينقصوا لهم الشهر أيام وبالك تخلي ولادك يخرجوا القرآن راحت المدرسة راحت بومة بومة دارت حالة الطوارئ على بسبب الجهل اسمع يا أختي اسمعي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك روه أبو داود لماذا كانت شرك؟ لأنهم يعتقدون فيها الغيب مادم البومة جات أحي متواحد ومن الذي أعلمكم هذا؟ البومة وتقولوا خايفين من البومة وخايفين من الكلب الأسود وخايفين من الغراب خايفين منه يا خالب النبل الإنسان يموت بأجاله تموت بأجالك يا وشوفي كي ينزل وحرب الأندوشين وحرب فرنسا وحرب الإرهاب وما زل حي وآهد طحم الفقل أحمار الله يرحمه ودائم الله الله يهديك يا أختي الطيرة شرك هذا البومة من الطيور على الأقل الطيرة شرك لأن في الجاهلية كان إنسان لا يسافر إلا إذا راح الطير طير قاعد فيزعجه يعني يحركه إذا راح اليامين يسافر ويعتقد بله وحي يربح إذا راح الياصار يقعد ما يسافرش يقعد ما يسافرش علىه يعتقد بلما دم راح الياصار راح تقعل مصيبة هذا الجاهلية ما زلها كينة ها هي تعتقد بلما دم البومة جات قتل أخودي حدرك واحد مولادك حيموت لا حول ولا قوة إلا بالله ما لكن رحوا إلى حديقة الحيوانات ورانا نشوف البومة ما يموت حتى واحد على تجدشة في البومة يموت بأجاله تموت بأجالك شوف البومة شوف الإحنس شوف الغراب شوف الكلب شوف الفيل يعني شوف الحوت في البحر شوف العقرب لا تموت إلا بأجالك هذه عقيدة كتبها في جبهتك كتبها في دارك واشيقول ربي عن الطيور وعن البومة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ما يمسكهن إلا الرحمن هذه البومة تطير بقدرة الله وتقف بقدرة الله وتأكل من رزق الله ولا تنفع ولا تملك لنفسها نفعاً ولا ظراً إسمع يا أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ما يكره أن يقول هيا اكتبوها الزربي جيبي والقاوستيلو سينا رسول الله علمنا كين شوفوا حاجة نخافوها ولا نكرهوها هوا علمنا وش نقوله شوفوا وش نقوله اكتب اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك هاي سهلا شفت ما نرحوش نعتقد بله الراجل حي موت ولا ولا دي حني موت ها لا علاقة لهذا ها وش تقولي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله وش كونهم الناس الذين يتطيرون يعني يعتقدوا السوء إذا رأوا خلق الله هم الكفار والمشركون هاو القرآن احكالنا عليهم في قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوفوا وش قالوا لما رأوا الرسل وش قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لمرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون إنا تطيرنا بكم شوف هما جهال ويعبد الأصنام ويعبد الأوثان من دون الله وغرقوا في الجهالة وفي الظلام لما شافوا الأنبياء تطيروا بهم قالوا محنا مدن جيتون أنتم فهي علامة على السوء ليعوذ بالله إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا يعني لإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد وعن الإنكار على أصنامنا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم واشقالوا لهم الأنبياء قالوا طائركم معكم جهلكم وظلالكم وشرككم معكم أنتم مش معنا احنا قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قال العز بن عبد السلام التطير هو الظن السيء الذي في القلب التطير هو الظن السيء الذي في القلب والطيرة هي الفعل المرتب على الظن لما اعتقدت بلي هذه البومة جابت لك الشعم هذا تطير ولما منعت أولادك وزوجك من الخروج هذه الطيرة فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوة ولا طيرة ويعجبني الفعل يعجبني الفعل هاولك الإسلام فيه الفعل الحسن قال وما الفعل قال الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة إنسان تقول له نور الضو نور الضو ماشيش على الضو نور واش يقول لك الله ينورك احنا مالي نبكي يقول له جيب المفتاح واش يقول لك الله يفتح عليك جيب المفتاح الله يفتح عليك قال صلى الله عليه وسلم التمسوا الخير عند حسان الوجوه كي ينس في الوجتعوا نور وجه نور باين شوفوا اطعب لهذا رجل خير الإسلام يحب الفعل ولا يحب التشاؤم ولذلك نحكي لكم حكاية واقعية كان أحد الحكام حاكم كان عنده هذا التطيور كان عنده كان عنده التشاؤم واحدنا آخرت شاب واحد عور عور مالا سجنه فآمر بسجنه دخلوه للحبس قاعد في الحبس حتى للليل مالا لما ولي الحاكم عمر بإطلاقي صراحه قال له هذك الأعور قال له علاس جنتني وما وش درت لك قال له لأني تشائمت بك قال له علا تشائمت بي قال له لأنك أعور قال له حبيت انسق سيك كيف جوست نهارك لما شفتني قال له لم أرى إلا خيرا جوست نهاري بخير وش قال له هذك الأعور قال له بالصح أنا لما شفتك دخلت للحبس شكون فينا متشائم انت شفتني جوست نهارك خير وانا جوست نهاري في الحبس مالا شكون فينا لكان شؤما على صاحبه فأكرمه واستغفر وتاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته